اتخذت مديريات الشرطة في محافظات مملكة البحرين الأربع كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة لتأمين سلامة الموطنين والمقيمين والزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك نعم وذلك من خلال انتشار الدوريات الأمنية في مختلف مناطق مملكة البحرين تنفيذا لمبدأ الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني باشرت مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع وشرطة خدمة المجتمع دورها الأمني من خلال تنفيذ عدد من الاجراءات والترتيبات الأمنية والتواجد في مختلف مناطق المملكة لبث روح الأمن والطمأنينة لدى الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك باشرت مديريات الشرطة دورها الأمني من خلال تنفيذ عدد من الاجراءات والترتيبات الأمنية من حيث تأمين صلاة العيد بالجوامع والمصليات بالإضافة إلى تسير الدوريات الأمنية الراكبة والراجلة بالشوارع العامة والمجمعات التجارية والأحياء السكنية لبث روح الأمن والسكينة العامة لدى الجميع وتعزيز روح التعاون مع المواطنين والمقيمين تنفيذ المبدأ الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني وتقديم أفضل خدمات الأمنية للحفاظ على سلامة الجميع خلال إجازة عيد الأضحى المبارك الإدارة العامة للمرور قامت أيضا بتكثيف التواجد المروري من خلال مراقبة الشوارع الرئيسية والتقطعات وبالقرب من المجمعات التجارية والطرق التي تشهد كثافة مرورية كبيرة تتطلب زيادة أعداد الشرطة الراجلة والمتحركة لضمان انسيابية الحركة المرورية الإدارة العامة المرور اتخذت كافة الاستعدادات لتنظيم الحركة المرورية خلال عيد الأضحى المبارك على كافة شوارع المملكة والمجمعات التجارية والشوارع الحيوية لتشهد الكثافة المرورية وتدعو الإدارة العامة المرور جميع مستخدمين الطريق التقيد بالأنظمة والقواع المرورية حفاظا على سلامتهم وكل عام تبخير كما قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بالنهوض بمسؤولياتها واتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة التي تكفل سرعة الاستجابة لأي بلاغ والتعامل بكل احترافية بما يحقق السلامة العامة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك اتخذت الإدارة العامة للدفاع المدني كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة وذلك لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال إجازة عيد الأضحى وذلك من خلال نشر الوعي والسلامة إذ تعمل مراكز الدفاع المدني على أهب الاستعداد وعلى مدى 24 ساعة وتنصح الإدارة العامة للدفاع المدني الجميع أنه يتبع رشادات السلامة وذلك من خلال التأكد من فصل التيار الكهربائي عند الخروج من المنزل كذلك على ربات البيوت وأصحاب المطابق أنهم يتأكدون من إقلاق مفاتيح الموقد واستوانة القاز والتأكد من عدم وجود تسرب وتنصح الإدارة العامة للدفاع المدني لجميع الأسر أثناء ارتيادها لبرك السباحة خلال إجازة العيد وخلال الصيف أنهم يتأكدون من عدم ترك الأطفال لوحدهم دون مراقبة وذلك لمنح حدوث حوادث القرق لا سمح الله ونتمنى من الجميع أنه يقضي إجازة عيد أضحى خالية من الحوادث تهدف هذه الجهود والخطط الأمنية إلى حفظ سلامة الجميع على مدار العام بما فيه من مناسبات وعياد تتطلب أداء أمنيا متكاملا وعلى مدار الساعة كما يعد التعاون المستمر بين رجال الشرطة وأفراد المجتمع المدني نموذجا لشراكة المجتمعية الفاعلة والتي تسعى لتحقيق الأمن الشامل جهود أمنية تقوم بها مختلف الإدارات في وزارة الداخلية من أجل حفظ الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار وذلك في سبيل تحقيق السلامة العامة في كافة مجالاتها وتأمين كافة الأنشطة والبرامج المجتمعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر